الاتحاد الافريقي عامل بروتوكول كويس او عامل مشهد احتفال كويس واخده من الاتحاد الدولي وهو انه مع فاينال بطولة زي بطولة كأس الامم يكرم كباتن المنتخبات اللي حازت على الكأس قبل كده طبعا ما كانش يبدأ ما كانش ينفع يبدأ من 57 لانه كابتن الديبة كان كابتن مصرف 57 وكابتن صالح سليم كان كابتن مصرف 59 والاتنين عليهم رحمة الله فبدأ اختار من سنة 86 86 كان كابتن مصر اللي رفع الكأس الكابتن مصرف عبده اهو كابتن مصرف عبده كابتن مصرف وقته كابتن خطيب معاه فكابتن مصرف جات له دعوة لانه حامل رقب او رافع كأس البطولة في عام 86 في القاهرة فيه معيار اه فجات له دعوة الكابتن مصرف شكر الاتحاد الافريقي جدا على الدعوة وقال انه هو عنده ظروف برضو مش هيقدر يسافر وشكرهم جدا على هذا التأدير وقال انه كان يتمنى يبقى موجود في تكريم كابتن المنتخبات اللي توجد بالبطولة ايضا من اللي فازوا بالنسبة للمصر للبطولة في 98 كان كابتن مصري كابتن حسام حسن فجات دعوة لكابتن حسام حسن حيسافر ان شاء الله للمشاركة او لحضور النهائي ضمن تكريم الكابتن اللي فازوا لقطة يمكن فاكرين دي 98 في بوركينة فازوا حسام حسن وسامي شيشين وطرق مصطفى من نجوم مصر في 98 في بوركينة فازوا مع كابتن الجهري عليه رحمة الله السلسية التاريخية حسام حسن على فكرة كان كابتن في 2006 في نسخة القاهرة 2008 و2010 كان كابتن مصر الصقر احمد حسن جات له دعوة احمد حسن عشان نروح يحضر هذا التكريم او هذا النهائي لانه في النهاية هم يكفيهم انهم يكونوا قاعدين في المنصة الشرفية في الفاينال والناس نشوفهم تتذكرهم مع كل المنتخبات يعني كل المنتخبات اللي فازت كابتنها هيكونوا موجودين احمد حسن اعتذر لارتباطه يعني جات له دعوة من الاتحاد الافريقي واعتذر لانه مرتبط بتقديم البرنامج التلفزيوني بتاعه هنا لكن دي مسألة كويسة جدا على فكرة كمان يمكن من المفارقة ان كل اللي رفعوا كاس الامم باستثناء الكابتن الديبة عليه رحمة الله كلهم لعبة النادي الاهلي يعني كابتن صالح كابتن الاهلي رفع كاس 59 كابتن مصطفى عبدو كابتن الاهلي كابتن مصر رفع كاس 86 كابتن حسان حسن كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر في 98 كان لا يزال موجود في النادي الاهلي احمد حسن في 2008 بعد البطولة على طول جي النادي الاهلي يعني نسخة 2010 رفع الكاس وهو في النادي الاهلي فده يمكن برضو بيبين لك نوعية لعبة النادي الاهلي والتأثير اللي بيكونوا عليها باش واندس في إضافة حاجة للمنتخب حلقة من كلمة التأثير حاجة مهمة جدا وحكلم على كابتن مصطفى عبدو كابتن حسام كل الدنيا بتتكلم هدف تاريخي وعميد العالم كابتن أحمد حسن المحترف الصقر والعميد وعميد العالم كابتن مصطفى عبدو إن لم يكن أفضل جناح في تاريخ مصر هو واحد من أفضل وكابتن مصطفى عبدو يقاس بتأثيره مش بالمهارة أنا لما بقول أفضل جناح ليس بالمهارة هتجل من هو أمهر في المراوغة هتجل من هو أمهر في مهارات تانية ولكن الأكثر تأثيرا في مكانه عبر تاريخ المنتخب المصري وحتى الآن بلافصال كابتن مصطفى عبدو شوف لو أيامية كانوا بيعيد بالأسست الأسست كان مصطفى عبدو بيعامل عارف أكن اللقطة بتتعد بتتعد بالفيديو كل مرة عملها لك كده مرة على القريبة مرة على المعيدة مرة مرتفعة مت مرة على الأرض مرة فوق قدرة مذهلة على التحكم في الكرة العربية بيجري وبعدين بسم الله ما شاء الله ما كانش محتاجي رقص يزوء ويجري سرعته ما شاء الله ما جري ولما واللعيبة السريعة هتبوص تلاقي كنترولها مش عالي في السيطرة عكورة يتسبقهم يتسبقوها لا ده الكنترول بتاعه هو بيجري إنها تحت سيطرته باستمرار أنا فرحال الكابتن فرحال التلت كباتن طبعا اللي مسافرين جدا يعني هو محدش هسافر إلا الكابتن حسام حسن يعني الكابتن مصطفى عتذر وكابتن نحمد حسن عتذر محصل الحضور الاختيار أنت الذي اعتذرت ولكن تم انتقائك ده تكريم تكريم إيه أنت الجميع تذكر أنت ميه فإحنا لن ننساكم يا كباتن مصر وعبان ما نشوف حد من الجيل الحالي يرفع الكاس حد وسبت وثلاث بقى يرفعوا الكاس مش واحد بس طيب ده يمكن الدعوات اللي جات لكباتن مصر عبر دورات كاس الأمم السابقة لكن ضربة البداية محصلة